الايه? الدرب يعني. طيب. تعالي نشوف كده بالزبط اول سؤال النهاردة. بس ابنة بتدي اسئلتي. بقول خلاص ايام وندخل امتحالنا. احنا عايزين نكون اعصابنا هاجة جدا. ما نكونش متابعين بشكل جيد للفيس والقلق والتواطر. ماناش دعب القرارات اللي بتظهر وتختفي وحاجات زي كده. احنا لينا حاجة مهمة جدا. احنا لينا مزاكرتنا. لينا ان احنا متوكلين على ربنا. لينا ان احنا وثقين في انفسنا. هم دول بالعربي بداية موفقة بازن الله. انا عايز اقول ان الاسبوع اللي جاي كله حيبقى للغة العربية. ما تشغلش بالك لا بكيميا ولا فيزيا ولا جيولوجيا ولا اي حاجة. شغلش بالك باي قرارات تيجي او تروح. المهم انت اصبح عندك حكتين اتنين بس هما اللي قدامك ان شاء الله. قدامك الكراسة اللي فيها الاسئلة. تمام? لو معك الكتاب الورقي يبقى افضل فما تاخدش معك التابلت. ليه? لان حضورك وغيابك لا يشترط من خلال التابلت. الحضور والغياب حيتمر بشكل ورقي من خلال اللجنة اللي موجودة في المدرسة بتاعتك. يعني انت حضورك وغيابك مش هيتسجل فقط بس على التابلت. لا. وجود التابلت او غيابه اصبح امر غير مهم دلوقتي. المهم بالنسبة لك ان انت حتسجل حضورك وغيابك بشكل ورقي. معاك كراستك. معاك البابلشيت. يفضل يكون معاك كتاب الوزارة من الاول. حتى ولو كان بتاع العام الماضي. وسوق مسجل بقى على حروفه وعلى جنابه وبعض الملاحظات بتاعتك لابراز محتوى الصفحة بدل ما تقعد تدور. فيش اي مشكلة ادنى مشكلة على هزي الملاحظات بتاعتك. لكن ما بيدبس ورق فيه. يعني ما بلخص حاجة معينة او اصص حاجة من كتب خارجية او تا. وروح مدبسه جوه كتاب. لا. ها هو المطلوب. يعني ان انت عايز تقول ان الصفحة دي فيها انزيم تاك وانزيم كزا وانزيم كزا. مسلا يعني. انك حتقول مسلا ان انزيم ده بيشتغل فين? ان انزيم ده بيكسر رابطة كزا. يعني انا عايزة كنت بتسجل بتسجل حاجات لها قيمة. يعني لما اجي كده مسلا عندي انزيم اللولب. مسلا اكتب جابي انزيم اللولب كده اكتب على الحرف ده بيكسر روابط هيدروجينية فقط. كيف هي اوي? مش عايز اكتر من كده. لما اجي اجي انزيم الرابط اقول له الرابط ده عمل تلات حاجات. انزيم الرابط ده كان بيربط قطع دي ني ببعضها في الشريط اللي هو من ثلاثة لخمسة دي نمرة واحد. نمرة اتنين بيصلى عيوب الدين ايه? ونمرة ثلاثة انه ممكن استخدمه في لاصق الاطراف المائلة او اللاصقة في تجرب الهندسة الوراسية. يبقى شطرتك مش انك تكتب اي كلام او تقصص من اي حتة او تقنقل عن اي واحد لا. لو انت بالفعل عايز تستفيد من الفراغات اللي حوالين سطور الكتاب وتكتب ملاحظاتك اكتب الملاحظات التي يستفاد منها من خلال محتوى المنهج. فالصفحة دي بتتكلم عن ايه? انا مش اقرأ كل الصفحة لا. انا الصفحة دي اهم حاجة فيها انزيمات تضاعف الجين ايه? اكتب التلات انزيمات ودور كل واحد وعلاقته ايه بالروابط? تسع ومية هيدروجينية بابتدية بيعمل ايه? بيكون ولا بيكسر? هي دي اللي انت مفروض تبقى تعمله. وهكذا في كل ايه? سفحات الكتاب. انا مش عايزك تشغل نفسك بحية اكتب ايه وما اكتبش ايه? مش عايزك تشغل نفسك ان انا اقعد ابوز شكل الكتاب لدرجة ان عيني تعجز عن الرؤية. وهو على فكرة اللي انتو هتعملوه ده اسمه السلاح زحدين. يعني ممكن تستفيد من كتابة بعض الملاحظات وممكن تشوه الكتاب تماما لدرجة انك نفسك انت نفسك ما تعرفش توصل للمعلومة اللي انت كنت ممكن تبحث عنها. وعايز اقول لكم كمان ان انتحانات الكيميا والفيزياء والاحياء والجروجيا واعتقد كل انتحانات المواد لن يكون لها اجابة مباشرة في الكتاب. فده هي بقى تضيع وقت. فما تقعدش تشغل نفسك بالكتاب. كراسة معاك. بتعلم فيها الاول. بتعلم فيها. بتفكر فيها. بتحل عليها. لو في حاجة رياضية بقدر الشخبط عليها كمان. لكن لما تأكد ان انا اخترت الف ولا بيه ولا جيم ولا دال. اروح ازلل في البابلشيت. الف او بيه او جيم او دال زي ما اخترت. ويفضل استخدام المصدرعة لشان ما يحصلش اي زحزحة. واتأكد ان رقم السؤال اللي في الكراسة انا حطيت قدام رقم نفس السؤال في البابلشيت. اوكي? بل احنا متفقين عليه واكيد طبعا حبقالنا حلقة خاصة بهذه التنبيهات وهذه التوضحات. طبعا بصورة هنشوف اول سؤال بيقول اسألتنا كلها طريقتها واحدة. اختر الاجابة الصحيحة. وعندنا شكل. ركز في الشكل دو.